من الاسئلة برضو اللي اتساءلت النهاردة انا كنت افرج على المباراة كمان اعادت اقول يا جدع ناصر منسي ناصر منسي اعادت اقول شهود تاني ناصر منسي دي مفيش مواجه مش شهود. هو ما عندوش قناعة انا يعني بصها كريم الواضح كده هو ما عندوش قناعة بناصر منسي. اه. يعني ناصر منسي من ساعة مجلس زمالك في فترة. اه. جاب تقريبا سوبر هاتري. اول مجلس. اه. بس من الواضح كده اللي انت النهاردة اصلا ما عندكش ناصر منسي وصيف ديني جزيري وما بتعتمدش على ناصر منسي خلص. اه. فغالبا كده هو الراجل ما عندوش قناعة بناصر منسي. دي الخلاصة. دي الخلاصة. دي الخلاصة. مش اللي هو طريقة لعبة. لا لا لا. هو مع الطبيعة يا كريم معلاش انت النهاردة ناصر جزيري اه وحش يبقى او مسلا يتغير نازل ناصر منسي. صح. اوقات كتير ما بلعبش ناصر منسي بيعمل اي تغيرة تانية ما يمكن بينزل اللي هو اللي هو اللي هو الفين وثلاثة ده. اه. هو هي واضح كده اللي ما فيش قناعة بناصر من طيب. مع اني ناصر منسي. انا في وجهة نظري. لعيب كويس. وبيعرف ايه جون. وايه المنع برضو يا كريم النهاردة معلاش انا سيف الجزيري عنده سرعات. ايه المشكلة وقت من الاوقات ما لعب اربعة اربعة اثنين. ايه المشكلة. صح. يعني ايه المشكلة. مش لازم برضو هي الطريقة اللي لازم العب اي اربعة اي اربعة اثنين. طب انا مغلوب. ما لعب اتنين سنتر فلاو ده خلاص. لكن انا بقولك في اعتقادي هو ما عندوش قناعة بناصر منسي. طيب. برضو انا النهاردة كنت في الانترو. انتقضت ده بصراحة يعني. مش النهاردة بس في كل مباراة الزمالك. كل شوية انت مستني الحل والنجاة من عند زيزو. زيزو يعمل اسست. زيزو يشوت. زيزو يجيب جون. يجيب ضرب الجزاء. انا بيتحس انه الزمالك كله بيتمحوا على زيزو. في صناعة الفارق. انا مش بقول ان دباع اللاعبين ما بيشتغلوش. بس دي مشكلة كبيرة. انه ازاي فرقة دول الوقت هي معتمدة على لعب واحد. لو ما عملش الفارق يبقى الفرقة كلها مش موجودة. بص كريم الكصة دي لو عالنا نتكلم فيها هنتكلم فيها وقت طويل. بس عشان انا صريح معي. اه اه قلت. السنة دي اه في مشكلة في 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 نادي الزمالك. امم. وانت بتعمل تكوين فرقة. امم. ايوة. لا اشرح لي. لا اعادي اخد وقتك عشان دي نقطة فرصة ان الناس تفهم. بص كريم. يعني. انا ربس مش فاهم. يعني. لا 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 بص كريم. ايه القصة كلها. انا ما باجي اكون فرقة. لازم بكون فرقة يبقى اللعيبة مش شبه بع بعض. ولازم اشتغل. يعني انا النهاردة ما ينفعش يبقى عندي اتنين راس حربة بنفس المواصفات. اللي هو نص المنسي ووسيفيجزي شبه بعض جد. تمام. في الاداء صح. ما ينفعش يبقى نص الملعب التلاتة شبه بعض. امم. اللي هو سيسي وعمل السيسي ودورة ودورة. صح. دي دي مشكلة السنة دي في اختيار اللي انت قبل كده ارجع بقى من سنتين فاته. امم. كان طرق حمد بشكل. امم. فرجاني ساسي بشكل. صح. اوباما بشكل. ص حرفيا انت معك واحد ستة واحد تمانية واحد عشر. ماشي. اه. مصطفى محمد كان بشكل. كسونجو كان بشكل. صح. كسونجو سرعط. ايوا. مصطفى بدماغه وشويته ومحطة وبلعب بدماغه. ايوا. ترجع للباك رايد. كان عندك حمد النجاس. ايوا. راجل بتاع مسافات طويلة وتتحطله ويعمل قص وقوة. اه. وعندك حازم امام اللي هو اللي اشتغل واحد على واحد. صح. عبد الشافي المدافع مدافع. وفتوح اللي هو الراجل الباك اللي يقدر يزيده يعني. شوف انت بقى النهاردة. كام لعيب قلتوه لك الوقتي. فيه فيه اختلاف في الصفات. صح. والوقتي. في الزمالك. عشان كده النهاردة. انت بتتكلم على زيزو. مش بتعيب في الباقي. ايوا. لكن زيزو الوحيد اللي ممكن مختلف. عن اللعيبة اللي موجودة. ايوا. فدي دي نقطة. ساري بعض افكر. طب لو زيزو اجبا مش في الملقة. ايوا. ايوا. نهاردة جميل كلها بتسأل لو زيزو هيتوقف مطش النص بس ولا. انت حياتك كلها. انا بقول لك. كمشجع انت متعلقة بزيزو. لو زيزو مش موجودة هيبع عندي. عشان كده يا كريم. اصعب حاجة في القورة. تكوين الفريق. ايوا. ولا مدير فني. ولا ادارة. ولا اي حاجة. اماك يكون فرقة. وتكوين الفريق اللي انت شرحه ده. بس انا عايز اوضح للاستاذ المشاهديد. اللي انت ممكن تجيب نجوم العالم كلها. بس كلهم شبه بعض. بس. 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 بس بس. 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 بس النهاردة وما انا هجيب جون ازاي. صح. وما انا ممكن ممكن واحد يدفع لي. اه. لكن مش ممكن واحد يجيب لي جون. اولي جدا اللاعبة اللي تقدر تعملك الفرق. صح. فشكبالة ممكن اهل ناس بتتكلم على ادوار دفاعية ممكن مش اعلى حاجة. بس الكرة ما بتجيله ممكن في ثانية يوصلك للجون. مظبوط. احمد سيد زيزو ممكن في ثانية يجي لجون. لكن غير كده ما يعني ازامه يقولك.